كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء حرب واحد أحد تشكيلات الجيش الوطني اليمني تنفذ عملية إعادة تموضع في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بينما تمشط الرشاشات الثقيلة سفوح سلسلة جبال عار بعد تحرير قممها وفي مديرية ميدي وحيران وحرظ المحررة وتخوم مديريات عبس ومستبأ وبكيل المير بمحافظة حجة يخوض سلاح المهندسين اليمنيين معركة موازية متمثلة بتفكيك العلغام في المحافظة الزراعية لسيما في المناطق الساحلية أما في محافظة الجوف فقد رصدت كاميرتنا السيطرة التامة على سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية وقمتي القاهرة والقلعة المحيطة بمركز مديرية برط العنان والمحاذية لصحراء مديرية خب والشعف هذه واحدة من الدبابات والأليات الثقيلة التي كانت من الشيات الإنقلابية قد نهبتها من معسكرات الجيش اليمني بعد الإنقلاب اليوم استطاع الجيش الوطني اليمني باستعادتها واستعادة كمية من الأسلحة والذخائر هنا في محافظة الجوف لقناتي العربية والحداث محمد العرب